تشكل تركيا مصدر قلق لدول الجوار على أكثر من صعيد وفي هذا الإطار حذر تقرير من أن عشرات الأسلحة النووية الأمريكية المخزنة في قاعدة إنجرليك الجوية مهددة بالوقوع بأيدي إرهابيين أو قوات أخرى معادية وكان الخبراء يحذرون منذ وقت طويل بشأن أمن هذه الترسانة المؤلفة من حوالي 50 سلاحا نوويا وكتب مركز تيمسون مجموعة الدراسات غير السياسية في تقريره إنه من المستحيل أن نعرف هل كانت الولايات المتحدة ستتمكن من الاحتفاظ بالسيطرة على الأسلحة لو اندلعت حرب أهلية طويلة في تركيا وزارة الدفاع الأمريكية أمرت في آذار الماضي بإجلاء عائلات العسكريين والموظفين المدنيين المنتشرين في جنوب تركيا بسبب مخاوف أمنية وتم توقيف القائد التركي للقاعدة على غرار مئات الجنرالات والقضاة والمدعين من من شملتهم حملة التطهير التي نفذتها سلطات أنقرة بتهمة دعم محاولة الانقلاب وقالت لايسي هيلي التي ساهمت في وضع التقرير إنه من وجهة نظر أمنية فإن تخزين ما يقارب 50 قطعة السلاح النووي أمريكي في قاعدة إنجرليك الجوية هو بمثابة مجازفة ويعتقد أنه تم تخزين هذه الأسلحة في القاعدة التركية كوسيلة ردع في مواجهة روسيا وكذلك لإثبات الالتزام الأمريكي داخل حلف شمال الأطلسي الذي تعد تركيا من أعضائه التاريخيين